موسيقى اليوم بدي احكي كيف بدنا نعيد رسم شعار معين ونصدره بصيغ بحيث انه يكون جاهز للطباعة زائد انه نصدره بصيغة يكون شفاف مثل ما طلب مني احد الاخوة في التعليقات فخلينا نشوف مثلا عندي هاي صورة هاي صورة لا شعار هي جبتوها شوائع من الانترنت بدنا نشوف كيف طريقة اعادة رسم هذا الشعار الان بروح هون وانا محدد الصورة بداية بروح على ترانسبرانسي تول اللي هي الشفافية بضغط عليها ومن هون بظهر عندي خيارات باجي باختار الخيار الثاني يونيفورم ترانسبرانسي هاي بضغط عليها فشوفوا هون بصير تأثير انه بدي افتح اللون عشان اصير ارسم فوقه فهون بتقدر ان تتحدد كم يكون فاتح اللون معك خليني انا اخلي هيك بهاي الطريقة والان عشان ما تتحركش معي الصورة لما اصير اطلب فيها بالماوس بضغط رايتي كليك عليها وبختار خيار اسمه لك اوبجيكت لك اوبجيكت لك اوبجيكت يعني كفل الشكل الان لو تيجي الماوس عليها ببطل يتحرك طيب خلينا نشوف هيك نقرب على كل جزء كيف نعيد رسمه بداية هون الورنج المستطيل او الشكل الورنج هذا اللي عندي هون بعيد رسمه عن طريق مستطيل ببلش من هون وبنتهي هون مثلا هيك شوفوا لهون بنزل بعدين بمشي لهون لحد ما يضرب بالحف اللي هاي تمام الان عشان اخلي يميل هذا الميلان هذا اسمه سكيو تضغط كمان ضغط عليه فبصير في عندي هون اشارات هاي الاشارة للدوران مش هي اللي بدي اياها بدي الاشارة هاي اللي بين الدورانين هدول بمسكها باسحبها لتحت فشوفوا كيف عمل سكيو هذا اسمه سكيو طيب الان عشان ما اردش ارسم نفس الشكل هو عندي انا نفس هذا الشكل بعمله كنترول دي هايو نفسه ولكن بالمعكوس بشكل مقلوب فباجي وانا محدد الشكل بختار من هون ميرور هوريزنتلي هاي ميرور هوريزنتلي باجي بحط النقطة على النقطة هون تمام الان ضايل عندي هذا الشكل هذا الشكل شوفوا كيف برسم عندي هون عن طريق خليني ارسمه عن طريق اداة البزير تول بزير تول خليني اختارها وشوفوا كيف بدي ارسمه بصير طبعا كيف تمسك الصفحة هيك بالايد بالعجل تبع الماوس اضغط على العجل واسحب الصفحة بتصير تقدر تحركها براحتك فمثلا من هون بحط نقطة وهون برد حط نقطة وبمشي لهون هيك تقريبا نقطة وهون كمان نقطة وهون نقطة بسكر المسار اما بسكره هون بصير في عندي صورة سهم صغير اسود او باجي هون بحكيله او بسكره فلا حاله بسكره طبعا عشان حكينا هاي النقاط يبين عندي الرسم بشكل اوضح اروح على view enhanced تمام هاي الشكل اللي عندي طبعا الشكل هذا بدي اضايه للانحناءات اللي هون شوفوا بختار shape tool بحدد هاي النقاط النقاط اللي بهاي المنطقة بحددها كلها وبختار من هون بطلع عندي شكل اسمه convert to curve convert to curve بضغط عليها الان شو صار صار عندي كل نقطة اذا ضغطت عليها في عندي مماسات بقدر امسكها و احرك في شكلها فباجي هون بامسك المماس هذا مثلا بعمل هيك لحد ما الخط الازرق يصير على سواء الصورة هاي هيك مثلا وهون نفس المبدأ هيك وهيك مثلا هاي هيك وهون نفس الاشي بضغط على هاي وباخذ الشكل بهاي الطريقة وهي الان هاي النقطة شكلها زيادة انا حاطتها بضغط double click عليها عشان احذفها وباجي للنقطة اللي عندي هون بحددها وبعمل هيك هاي صار عندي الشكل المطلوب الان هاي النقطة اذا بتحب تشيلها بتقدر تشيلها بس اذا شيلتها شوفوا الانحناء هون قوي كونترول زد برجعها عشان تضلها الانحناء موجودة هاي هيك اذا بدنا بدقة اكبر عندنا تمام الان شو بعمل هاي رسمة اللوغو الان باجي للصورة اللي هون اللي بطلت بتقدر امسكها بعمل right click عليها unlock object او اذا من هون معرفتش توصلها بتروح على object lock unlock all objects فهاي بنعملها unlock ليش بدي عملها unlock لان بدي ارجع اغمق الوانها هون باختارها وبضغط على transparency tool وبشيل تأثير الترانسبرانسي عنها هاي هيك عشان ترجع الالوان الحقيقية الان بدي اخذ هاي الالوان عشان من نفس الالوان هاي هيك ها بدي ابعت الشكل هاي هون الصورة وهون اللي انا رسمته بدي اخذ هاي الثلاث الوان كيف في عندي هون اه اه قطارة هاي هون خلينا نشوفها قطارة صغيرة وفي عندي هون اشي اسمه document بلت اذا هاي كانت مش موجودة عندكم هذا الشريط اذا كان مش موجودة عندكم هاي هيك مثلا بتروح على window color bullets وبتضغط على document فهاي بتيجي document بلت عندك هون تمسكها وبتشدها هيك لحد ما تيجي هون فبتسير ثابتي هون اذا بضغط على القطارة وبضغط على control عشان بدي اخذ اكثر من لون بضغط على control وبختار هذا اللون وانا ضغط على control هذا اللون وانا ضغط على control هذا اللون هاي ثلاث الوان تخزنت عندي هون الان لو حضفت هاي الصورة باجي هون على الاخضر باجي هون على الورانج وباجي هون على الو نفسجي او الفوشي اللي هو وبحدد كل هاي الاشكال وبشيل الاوتلاين عنها بضغط باليمين على انه ما بديش اوتلاين هاي صار عندي لوغو صار عندي هون لوغو الان هذا اللوغو كيف بدي اطلعه اصدره بحيث انه يكون بصيغة قابلة للطباعة اولا ثانيا بدي اياه بصيغة شفافة عشان اقدر استخدمه كعلامة مائية مثلا في فيديو او في اي منطقة بدي اياها بداية لما بدك تصدر اي ملف لطباعة صدره بصيغة بدي اف فعو انت محدد الشكل بتيجي هون بتضغط على بدي اف هاي بابلش تو بدي اف او بتروح على فايل في عندك هون بابلش تو بدي اف بتضغط عليها الان عشان انا اصدر فقط الشكل اللي بدي اياه هاي لوغو مثلا بدي اسميه اه فور برينت عشان اصدر بس اللي انا محدده بروح على سيتنجز ومن هون بختار اني انا شو الاكسبورت رينج شو المدى اللي انت بدك تصدر فيه هل كل الصفحة ولا كل الملف ولا صفحة معينة انا بدي فقط السيليكشن اللي انا محدده فبضغط على سيليكشن اوكي وبضغط على سيف لو نيجي هون على سطح المكتب بنلقى فيه ملف بي دي اف هاي بيحتوي على اللوغو اللي انا رسمته هذا ملف البي دي اف بتسلمه للمطبعة المطبعة بتطبع لك اللوغو الان كيف بدي اطلق هاي الصورة ولكن بشكل شفاف بحيث انها تكون شفافة يعني ما يبينش هذا الابيض اللي فيها مثلا فقط تبين هاي الاشكال وانا محدد الشكل بروح على اكسبورت من هون او بروح على فايل اكسبورت وبختار نوع الملف من هون نوع بي ان جي بي ان جي وبختار هون مثلا اسمه لوغو وهاي سيليكتد اون اللي بحط عليها صح عشان فقط يصدر اللي انا محدده وبضغط على اكسبورت الان بيجيك هون خيارات كم بدك حجم الشكل شوفو كيف هيك مفرغ من كل اشي الا من الرسم اللي انا رسمته هون تقدر تغير في الحجم مثلا اذا بدك اياه انت بابعاد اكثر هاي مثلا هيك الف وطالما مضغوط على هاي مينتين اسبكت ريشيو بدون ما تحط الهايت لحاله باخذ الهايت اللي بنسبه وتناسب بطلع معاك بعدها نضغط على اوكي الان لو نيجي نفتح الصورة هاي فتحتها هون نلقى انه في شفافية فعلا تحققت وانه فقط الاشكال اللي انا رسمتها موجودة واللي وراها مفرغ اذا كانت هاي حلقة حكينا فيها كيف نعمل كيف نرسم شكل نعيد رسم شكل من خلال صورة لهذا الشكل اللي عندنا وكيف نختار الالوان من الصورة عن طريق وكيف نصدر هذا اللوغو او الشكل اللي احنا رسمناه ملف بيدي اف للطباعة او صورة بي انجي بشكل شفاف شكرا لكم بتمنى تكونوا استفدتم